موسيقى افتتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوابة مدخل محافظة ياريحة والاغوار وتفقد الاستراحة واستمع إلى شرح من مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظم مهنة حول المشاريع التطويرية التي جرى تنفيذها لخدمة المواطنين وتسهيل حركة المسافرين كما استمع الرئيس محمود عباس إلى شرح حول مشروع بوابة مدخل محافظة ياريحة والاغوار وأهميتها في تسهيل حركة المغادرين من اريحة والاغوار والقادمين إليها وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير يذكر أن مشروع بوابة مدخل محافظة أريحة والاغوار جزء من مشروع تطوير استراحة أريحة وتوفير البنية التحتية لتلبية حاجات المواطنين وتسهيل حركتهم بناء على توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة وبتمويل من وزارة المالية الفلسطينية اشتركوا في القناة